كهربة القلب أو عدم انتظام ضربات القلب الرفة الأذينية والرفة البطينية حضرتك بقى كلمنا عنه كهربة القلب هو سبحان الله هو القلب عنده منظم لضربات القلب بحيث أنه هو زي بنسميه البيس ميكر اللي هو بينبض الكهربة بتاعته 60 ضربة في الدقيقة أو 60 نبضة في الدقيقة ومن خلالها بتنتشر بقى في بقية عضلة القلب فلما القلب يحصله في الاكتيفيشن ده أو التنشيط يبتدي يشتغل المضخة كالوظيفة الوظيفة الرئيسية بتاعته بيحصل ساعات بقى أن الكهربة بتاعت القلب يحصل فيها اختلال يامة بالبطء ما تضربش 60 تضرب 40 تضرب 30 وبالتالي ده بيحصل فيه مشكلة البطء ده مشكلة في حد ذاته أحد الأمراض بنستغنى عنه بقى أن احنا بننشطه ممكن نحط بطارية نزرحة صغيرة جدا تتحط في حتى الجلد يخلي نبض القلب تاني يرجع للمعدل الطبيعي الستين أو السبعين ضربة في الدقيقة الأخطر بقى أن هي السرعة السرعة في ضربات القلب بدل ما القلب يضرب 60 70 90 لا ده بيضرب 150 160 ضربة في الدقيقة ممكن يبقى الاختلال ده موجود في الأزين ده بنسمي زبزبة وزينية وممكن يبقى موجود في البطين وده بنسمي زبزبة بطينية والخطورة هنا عفوا يعني بالخطورة سواء كانت زيادة الدربات دي منتظمة أو غير منتظمة ولا المنتظمة بتبقى أقل مثلا في الخطورة طبعا الغير منتظمة أخطر أخطر طبعا واللي طالع من البطين أخطر من الأزين أخطر وأخطر بالزبط فخلينا نبتدي بالأسهل اللي هي الزبزبة الأزينية اللي هي طالع من الأزين سواء الأيمن أو الأيصر ضربات القلب بدل ما تبقى منتظمة و70 ضربة في الدقيقة بتبقى غير منتظمة وتضرب 150 160 ضربة ومش منتظمة فالعين بيحس بيها المريض يحس يقولك أنا حس يقول قلبي مرفرف الرفرفة رفرفة القلب بالزبط كده فده الحقيقة برضو بقى منتشر اللي يام دي بقى إنا ممكن يكون زي ما حقاك تفضلت قلت إن سهولة التشخيص بقى إنا نصوره بسرعة ونكتشفه بسرعة أو إن المريض بقى أكثر وعيا وبالتالي بقى إنا يتم اكتشافه بسهول برضو ده محتاجة نتكلم فيه عن الوعي لأنه ممكن جدا يبقى المريض عنده زبزبة أزينية ومش حاسس بيها خطورتها إيه زبزبة الأزينية اللي موجودة بدون علاج إنها ممكن تعمل تخثر في الدم ممكن تساعد على تجلط الدم لأن الدم ميمشيش بالسرعة المعتادة فممكن يحصل فيه تجلط بسيط المريض مش حاسس مرة في مرة تبصت لقى مشت مع الدم الجلطة دي وصلت للمخ ولا يزو بالله وعملت جلطة في المخ فدي خطورة الزبزبة الأزينية غير إن المريض مجهود وبيقل غير إنه هو بينهج غير غير لكن أخطر حاجة فيها إنها ممكن تسبب جلطات توصل للمخ ممكن توصل للرجلين ممكن توصل للكلة فمشاكلها كتير نكتشفها إزاي نتشخصها بقى إزاي يبدأ برضو برسم القلب بالظبط كده رسم القلب بنسميه opportunistic يعني المريض رايح يعمل مثلا عملية مرارة رايح مش عارف يعمل عملية لوز بيتعمله رسم قلب أو التشيكب الفحص اللي هو بيتعمل كل سنة مرة برضو بيتعمله رسم قلب لكن المشكلة في رسم القلب ده إنه هو بيتعمل في نص دقيقة في دقيقة في خمس دقايق ممكن في لحظتها مدنش ما يكونش باين الزبزبة الأزينية صح فساعات لو إحنا شكين إنها موجودة من ركب اللي هو تسجيل رسم القلب 24 ساعة اللي هو الهولتر الهولتر حوار ما بين العلماء وما بين علماء التكنولوجيا وعلماء الطب بس واضح إنها هي المستقبل هي دي المستقبل بالزبط لأن المريض لابسها فبتسجله ضربات القلب النبض بتاعه على مدالة اللي 24 ساعة هو طالع السلم وهو نايم وهو صاحي وبالتالي دي بتدي يعني سكريننج لمدار اليوم وبعدين عايش بيها بقى شهور طبع مشكلتها إنه ممكن تكتشف حالات مش محتاج علاج يعني إمتى نبتدي نعالج ده لسه إحنا معرفناش أو محددناش بالزبط مين العيان اللي إحنا نعالجه هل مثلا لو ظهرت لمدة خمس ثواني أو تلاتين ثانية أو دقيقة واختفت هل ده ياخد علاج ولا لو استمرت معا ساعة معينة أو ساعتين معينة وضربات القلب دي هل لازم نثبتها بعد كده برسم القلب العادي لغاية النهار ده آه ما ينفعش إن أنا أشخص وأقول إن العيان ده عنده زبزبة أزينية ومجرد إنه ظهر على الساعة بتاعته آه إشارات لازم أثبتها برسم القلب العادي أو برسم القلب للأربعة وعشرين ساعة آه ممكن في المستقبل الكريتيرا تتغير آه لكن لغاية النهار ده كده فلا إحنا الحقيقة بنتاجه اتجاه حسيس نحو استخدام التكنولوجيا دي واسعات دي بقى من فوائد التكنولوجيا الحقيقة أكيد أكيد دي الرفة الأزينية دي الرفة الأزينية